موسيقى 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 بالخير وسعادة يحييكم مشاهدين الكرامينما كنتم وبما أن موضوع حلقتنا لليوم عن العسل الكردي وجودته فجأت بكم إلى واحد من أشهر بائعي العسل في العاصمة أربيل للمزيد أبقوا معكم موسيقى خبرني بشنو يمتاز عسل كردستان عن عسل الدول الباقية ماكو فرغ أي عسل غذاء مالة ورد لو بري زين بس غذاء مالة شكر بين يجي هذا موزين يعني يعتمد أنه الغذاء مال النحل يكون طبيعي طبيعي مو شكر الشكر خلي بالجبل موزين وحاكو ساعة بالجبل ينتوها الشكر موزين بس يكون بالجبل ما ينتوها الشكر هذه تلعى درجة أولا طيب خبرني شنو هي أنواع العسل الموجودة يمن أكو عسل باكستاني أكو عسل يمني أكو عسل أبيض روسي أكو غذاء مالكة أنواع عسل أكو ليش يعني أنواع مختلفة هو العسل عسل يعني ليش العالم تستخدم مثلا العسل يمني العسل الروسي ليش هو روسي عسل مالكة يمني هو درجة أولا عسل يمني درجة أولا من الله هذا هذا ما العلاج ما شفها ما لكل شيء هذا طبعا بالنسبة لعسل كردستان أحسن عسل مو بس بالعراق أقدر أقول يعني بالعالم لأنه صاير بوقته كثير من مرات من سنوات يصير شسمة معارض مع العسل عسل كردستان يطلع أول عسل درجة أولى بالعالم كله عندنا أنواع شسمة عسل أبيض عسل أسود وعسل صافي عسل بشماء بس إحنا عسل ما لكل تاني يعني أقدر أقول لك ما يضاهي ماكو عسل يضاهي عسل كردستان لكن يكون شسمة صاخ يعني بدون شكر أكو همين اللي يربي بشكر يقول هذا أنا مربي بشكر هذا بسعره يختلف عن اللي ما بربي بشكر مرحبا كيف الحال أهلا بك أنا بخير رأيتك للتاوت جارب العسل الكردي القادم من جبار كردستان فما رأيك به؟ أعتقد أنه ذو مذاقا جيد جدا هل كان ذو مذاقا حلو مبالغ به هل أحسست بأنه طبيعي؟ لم يكن ذو حلاوة مبالغ بها وأحسست بأنه طبيعي جدا ولونه أيضا جميل وصافي جدا وجذاب للعين